لسارتي ممكن يمشي من الأهل ولا لأ؟ فجأة شغلت وسائل الإعلام النهاردة بالحديث عن رغبة نادي في شيلي للتعاقد مع مارتن لسارتي المدير الفاني للأهلي اللي أكد المدرب الإيرجوياني عدم تلقي أي عروض جدية أو رسمية حتى الآن باشموندس لكن قال لم أتلقى أي مفاوضات رسمية من جانب مسؤولي فريق يونيفر سيداد لكنهم تواصلوا مع أصدقاء لي في النادي التشيلي وقال ارتباطي بالأهلي بيحترمه خلاص هو حسامها حسامها يعني مش معقول الرجل هيحترم ارتباطه بالأهلي وإحنا ما نحترمش ارتباطنا به ما فيش مبرر الحقيقة المبرر الموضوع دايما أما تشوف معيار التقدم ومعيار تحقيق الأهداف فهو في البداية طبعا تعثر إفريقيا ولكن بمعيار التحدي الذي تبقى هو نجح بامتياز استرداد الأرض المفقودة في الدوري ثم تجاوزها ثم التقدم المريح بتم النقاط وحصد والآن فيه فريق تبنى والراجل عمل فطرة إعداد المبرر أن نفكر هذا التفكير وبرضو ده يعني محاولة زكية من البعض لإحداث نوع من عدم الاستقرار أنت داخل على بدأة بطولة كبيرة قريبة إزاي يعني غير مدربي اللي ملهاش الحقيقة مبرغ غير أن طموحاتنا في الأداء أعلى من كده أيها طموحاتنا في الأداء أعلى من كده فلننتظر ونرى خاصة الظروف الصعبة اللي صادت في التفكير الموسم اللي فائد اللي بقى نفير أكويسة مش عايزين نوعة بقى نشوشر عليها